السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو سهيل نسلط الضوء على مختلف الأحداث والقضايا بالإضافة إلى رصد ومتابعة تفاعلات اليمنيين على مواقع التواصل الاشتماعي نبدأ حلقتنا هذه بتفاصيل خبر أهلا بكم إلى تفاصيل خبر يتطلع اليمنيون إلى التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بنظرات المستبشر خيرا من تشكيله مع الأخذ في الاعتبار بالتريث في إطلاق الأحكام المسبقة وضرورة أن تحظى هذه التجربة التحالفية الجديدة بالوقت الكافي لتقييمها بميزان النتائج على أرض الواقع المزيد في التقرير التالي يحتاج اليمن إلى أياد أبنائه المخلصين لانتشاله من وضعه الراهن الذي لا يحسد عليه لقد أودت عشرية الجحيم الحوثي بكل مقاومات دولته وفرص شعبه في العيش والبقاء واستطالت عليه الحرب أمدا بعيدا خارج الزمن الواقعي والمعقول وأفضى تشاكس التوجهات السياسية والمسارات العسكرية في الجبهة الجمهورية المواجهة للحوثيين إلى تعزيز وضع أفضل للمليشيا ما ضاعف من فرص تغولها المدمر وتكاليف الشقاء الإنساني لليمنيين ويفتح إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية ثقوب أمل في جدار الأزمة اليمنية المصمت إذ تهب مجددا نسائم التعافي السياسي في أعقاب أعوام من الدخان والغياب ولم يغادر بيان إشهار التكتل الوطني قضية عامة أو هم من جميعا بل وضع يده على مكمن الجرح والنقاط على الحروف لكن تحديات كبيرة تنتظره في طريقه الذي لا تنبت فيه الورود وباختيار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر رئيسا دوريا للمجلس الأعلى للتكتل الوطني لن يكون من المتعصر إدراك أن خطوة المنطلق جاءت في الاتجاه الصحيح فهو رجل المراس السياسي ممهور بخبرات العمل القيادي والإدارة الرسمية ومواقفه مشهودة تجاه القضايا السيادية بالإضافة إلى وعيه التاريخي الأكاديمي بمخاطر الإمامة في اليمن وهدكه لأسرارها ودعى بن دغر المترددين في الانضمام إلى التكتل أن تبوأوا مقاعدكم فيه فالباب مفتوح وفي التكتل كل متساع شكرا للزملاء على هذا التقرير وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والناشط السياسي عبد الباصط الشاجع مرحبا بك سيد عبد الباصط أمام هذا التكتل الذي تم تشكيله في العاصمة المؤقتة عدن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية كيف استقبلت خبر إشهار هذا التكتل حياك الله سيد محمد وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين الكرام ومساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين في البداية تشكيل أو تكتل الوطني الذي أعلن يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن هو يعتبر أمام الحقيقة في ظل السواد الذي يقشل الحياة السياسية اليمنية وخاصة يأتي بعد سنوات من الحرب التي دشنتها ميليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014 وبالتالي هذا التكتل هو يفتح نافلة أمن نحو باستهاتف الدولة وأقلها أيضا الخروج من الجمود الذي يعتري الحياة السياسية اليمنية هناك إحباط شعبي كبير خاصة بعد التقهقر الموجود في جسد الشرعية وهذا ما نقوله بصراحة التقهقر هذا ولد حالة إحباط شعبي أيضا أتاح لميليشيات الحوثي أن تناور خاصة ما بعد 7 أكتوبر على المستوى الإقليمي وبالتالي هذا التكتل هو دفع نحو الأمام في موضوع استعادة الدولة في موضوع في قضية توحيد الجهود الرامية نحو لهم من الآثار المتركبة عن الانهيار الاقتصادي على موضوع تغول ميليشيات الحوثي في المحوثي ويعادة حيكلة الدولة اليمنية بما يتماشى مع دلوجيتها المتطرفة المرتبطة في إيران وهذا بالنسبة لي ما أراه بأنه يعني كسر الجمود في الحالة السياسية اليمنية خاصة وأيضا نقطة ثانية يعني النقطة الثانية المهمة وأن التكتل لابد أن ينفكف مسألة التغيرات الإقليمية والدولية باستجاه جماعة الحوثي جماعة الحوثي 7 أكتوبر 2023 كشرت عن أنيابها يعني وعرفت المجتمع الدولي الذي كان يدللها أو لا يعرف أخطارها يعني عرف يعني كان حوثي يحظى برخصة مزاولة لمهنة الإرهاب هكذا يقول اليمنيون نعم 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 أنت تدعو التكتل لالتقاط هذه المؤشرات هل يقف هذا التفاؤل على الإشهار أم أننا معنيون بأن نتفاؤل أكثر بالنتائج وما هي النتائج المترتبة أو الضرورية والملحة على تشكيل هكذا تكتل سياسي يجمع أكثر من 23 حزب وجماعة سياسية جميعها منخلطة تحت المظلة الشرعية نعم العبرة بالخواتم والنتائج فعلا وليس عبرة فقط في الإشهار والستدشين لأن تابعنا قراءة بعض السياسيين واليمنيين للإشهار الذي حدث يوم عمس وهو فرصة سياسية تاريخية لكن هناك من استقبله بترحاب وهناك من استقبله بتشاؤل باعتبار أن هناك كانت تكتلات وتحالفات سياسية مسبقة وخاصة التحالف الوطني الذي شكله وكان يرأسه رشاد العليمي وكان له دور ليس بذلك القدر وبالتالي التكتل الوطني في ظل التغييرات الإقليمية والدولية وهي فرصة أمام هذا التكتل بأن يحشد كل المقاومات الدولية والإقليمية من أجل مواجهة جماعة الحسوة والساعدة الدولة بالإضافة للمتغير الجديد في موضوع فوز سرامد في الانتخابات الأمريكية وسرامد سياسته كما هو ضد المشروع الإيراني أو هو يريد كبه إيراني في المنطقة وفرض العقوبات على إيران وبالتالي هي فرصة أمام التكتل من أجل أن نستثمر هذه التحولات فيما استحولت على مستوى الإقليم والدولي فيما يخص استعادة الدولة وزحر الإنقلاب وععادة اليمنيين إلى المحافظات بالنسبة للترحيب حظي التكتل بترحيب شعبي وسياسي لكن اللافت في الأمر هو معارضة المجلس الانتقالي لهذا التكتل ورفضه للانخراط تحت مظلة هذا التكتل رغم أن المجلس الانتقالي يشارك في الحكومة وأيضا في مجلس القيادة التي هي المعبر الأساس للجمهورية اليمنية على المستوى الدولي والوطني لماذا رفض الانتقال الانضواء أو الانضمام إلى هذا التكتل؟ صحيح هذه تعتبر من أبرد التحديات التي تواجه التكتل الوطن والجزيد للحزاب القوى اليمنية ويكع على عافقه أيضا كلما تم شملا قوى سياسية والأحزاب والمكونات سواء الاشيماعية والسياسية وكلما يخص التي تمثل جميع فئات الشعب اليمني كلما كان عامل قوى لهذا التكتل وبالتالي حقيقة بأن رفض الانتقال الانخراط مع التكتل وكما حتى تستفيد من هذا المعطى جماعة الحوثي باعتبار يعني أن المكونات التي منخرفة في الشرعية اليمنية ليست كلها في هذا التكتل وبالتالي يعني حيث بذلك القوى لكن كثير من السياسين يأملون بأن المجلس الانتقالي سينخرف يعني في قادمة الأيام أو قادمة الأشهر في الأشهر القادمة مع هذا التكتل ونأمل أن يكون ذلك لما فيه مصلحة البلاد وتوحيد الجهود لأن الوضع اليمني لا يحتمل هناك ميار اقتصادي هناك إحباط شعبي حقيقة خاصة بعد مرور عقد على المحارب وهناك أزمة إنسانية بالغة التكتل ليس يعني ليس على كل شيء قدير لكن هو ضمن مضلة من مضلات يعني مجلس القيادة والحكومة اليمنية وهو حامل من حوامل المشروع الوطني ورافع ورافع سياسي ونحن يستطيع مواجهة هذا الانئيار وكذا لكن إذا كان هناك إرادة حقيقية وتمثل المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه الشعب وتجاه القوية اليمنية باعتقادي أن التكتل سنجح في حال يعني في حال تنصرت الإرادة والمسؤولية نعم من جميع المكونات لأن الوضع لا يحتمل حقيقة هناك إيار شامل على المستوى الصاري على المستوى الإنساني على المستوى العسكري وبقاء الأحزاب والمكونات في إطار المناكفات وفي إطار للأسف الشديد الأنا والتضافم الألانية باعتقادي أنه هذا سيزيد من تفاصم الإنهيار أكثر ما هو دور الأحزاب السياسي والمكونات الوطنية هو دور انتشال الانتشال الاشتعوب وانتشال المواطني من من الأسئات وأيضا الدفع نحو انتشال الدور بالنسبة أنت تحدث على الانهيار الاقتصادي وهو تدهور العملة لكن ما الذي يجعلك أن تقول هناك انهيار عسكري هناك يعني ومهم المصارح عن فسنا أستاذ أستاذ محمد هناك اختلالات حدثت خلال السنوات السابقة وكان يتمثل السبب الكبير هو في الخلخلة التي تمرضها البيت الشرعية يعني كان هناك تضارب تضارب مصالح كان هناك ليس هناك تناغم بين المكونات السنواتية هذا ربما نعم لكن الانهيار أستاذ محمد نقطة أن التكتل لابد أن يسفع كافة طاقم الحكومة إلى العودة إلى الداخل بقاء الحكومة في الخارج في المزيد من الانهيار يعني هذه التصريحات أحيانا لا تظني ولا تشوي من جوع يعني أمام المواطن المغلوب على أمره حتى المواطن عندما يرى هذه التحركات ويقابلها بنوع من التشاؤم هو في الحقيقة يعني هو في الحقيقة يعني يمثل يمثل ذاته المجروحة يعني وهو أيضا يتطلع الحقيقي إلا بإرادة قوية وعودة الحكومة وعودة جميع المسؤولين الداخل من أجل نعم أن يروا وضع اليمنيين وأن ينتشلوا أوضعهم إلى يعني من الفقر حتى التعار في هذا الدولة أشكر كل الشكر عبد الباصط الشاجع الصحفي والناشط السياسي كنت معنا شكرا جزيلا لك إلى استطلاع الرأي حيث سألنا الجمهور واليمنيين كيف استقبل اليمنيون نبأ إشار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية كل ابتهاج وسرور وأمل يحدون ويحدو كل الشعب اليمني بارقة أمل من اجتماع التكتلات السياسية في عدن والذي مثلت بادرة يعني طيبة وتوحد الفصائل السياسية في في اليمن وحقيقة هذه خطوة نحو الأمام ونريد من هذا التكتل أن يوحد الصفوف وأن يجمع الكلمة وتوحيد صفة شرعية ضد عداء اليمن وأولهم مليشيات الحوثي ومن وراءهم يوم أمس تم إعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في العاصمة المؤكة عدن في الحقيقة أستقبل اليمنيون هذا الإعلان وهذا التكتل وإشهار في العاصمة المؤكة عدن يعني يعبر عن بارقة أمل لشك طريق جديدة نحو التوحد المكونات السياسية والأحزاب اليمنية لمقاومة الانقلاب الحوثي الذي استمر عشر سنوات هذا التكتل يأتي في إطار السعي في توحيد الجهود لمقاومة بيشيات الحوثي الأرهابية وأيضا توحيد الصفة الجمهوري في المكونات الحزاب السياسية كما أنها بداية عودة العمل السياسي بعد أن غاب عن الساحة اليمنية لمدة عشر سنوات أي مبادرة السياسية تسعى إلى تحقيق الوحدة والصفة تعتبر مبادرها إيجابية وبالنسبة للتكتل السياسي للأحزاب اليمنية الذي أشهر بالأمس يعتبر إيجابي بشكل كبير جدا حيث أنه سيسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية المشتركة وبناء الوطن وأيضا سيسعى إلى تحرير الوطن من الميليشيات الحوثية وسعي لعودة مؤسسات الوطن إلى حضن الشرعية هذه خطوة إيجابية في نحو توحيد الصف الوطني التكتل الوطني الذي أعلن في عدن مؤخرا والذي يضم تقريبا ما يقارب 23 مكونات الشعب اليمني هذا خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام نحو توحيد الصف الوطني لكن ما يؤلم أن هناك مكون لم يؤلم انضمام إلى هذا التكتل وهو الانتقالي في عدن المجلس الانتقالي هذا مؤشر سلبي وإلا التكتل الوطني هذا يعني نصدعنا نقول أنهم يتمثلوا قر الله عز وجل واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا نحن نأمل أن يؤدي إثماره الجيدة والإيجابية على المدى القريب إن شاء الله عز وجل رحنا وصعدنا أن نسمع تشكل التكتل الوطني الأحزاب الوطنية في اليمن وهذا شيء مطلوب ونحتاجه خاصة في مواجهة إنهاء الانقلاب لا يمكن أنه الانقلاب برؤى وستراتيجيات مختلفة اليمنيون محتاجين أن يتوحدوا في بوتقة واحدة بأهداف مشتركة حتى ننهي الانقلاب ثم بعد ذلك تنتقل الأحزاب إلى أي دولوجيات المختلفة وإلى سياسات المختلفة على الآخرين لكن الآن نحن في معركة وجودية معركة مصيرية تحتاج من الجميع التوحد تحتاج من الجميع أن نكون في صف واحد لإنهاء هذا الانقلاب الذي للأسف الشديد ثبت أنه ليس معزولا بل هو عبارة عن أجندات خارجية ومدعوم من جهات خارجية دولية شكرا لزميل هذه الحرب على هذا الاستطلاع ومن تفاصيل خبر إلى وسم اليمن أهلا بكم في وسم اليمن حيث أبرز تفاعلة اليمنين على منصة X واسم اليمن الأبرز وأبرز الهاشتاغات المتداولة لدى اليمنيين سياسيين وصحفيين ومواطنين عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية كيف عبر اليمنيون عن هذا التشكيل الوطني الجديد الذي ينضوي تحت لوائه ثلاثة وعشرون حزب ومكون سياسي نبدأ بما كتبه الناطق الرسمي باسم التجمع اليمن للإصلاح ونائب وزير ونائب رئيس دائرة العلام والثقافة عدنال العدين حيث كتب يقول الواقع السياسي اليمني أثبت حاجة ماسة منذ فترة وليس من اليوم لتوحيد الجهود والطاقات صوب الغاية التي يتطلع عليها شعبنا وهدفه المنشود باستعادة الدولة المختطفة والمسار السياسي حتما سيقود إلى حل للمشكلات وفي أسوأ الأحوال لن يكون مشكلة بذاته كما هو الحال مع ما عداه من خيارات بضيف العدين الأحزاب السياسية اليمنية ومثلها القوى والمكونات الأخرى الفاعلة ما زالت قادرة على إنتاج أفكار للحل والتوافق الذي شهدته مدينة عدن اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح وفوق كل ذلك أنه استجاب لحاجة اللحظة هو حل أيضا أو على أقل تقدير مفتاح رئيسي للحل الذي طال البحث عنه الدكتور عمر ردمان أستاذ العلم السياسية في جامعة قليم السبا يقول ومع حالة الإحباط الشعبي التي أفرزتها التجارب السابقة في مسار توحيد الصف الوطني وتحقيق تطلعات أمال الشعب اليمني هذه الحالة من الإحباط تضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق مكونات التكتل السياسي بقيادة الشخصية الوطنية الدكتور أحمد بن دغر رئيس التكتل في دورته الأولى أما الناشط إبراهيم عبد القادر فقد كتب عن إشهار التكتل واعتبرها خطوة تأخرت قائلا إشهار تكتل الأحزاب السياسية خطوة تأخرت في الاتجاه الصحيح والمهم والأهم منها أن يكون الهدف منها والغاية هي مواجهة الأخطار التي تحيق باليمن على رأسي العدوان الحوثي الذي يختطف البلاد وقد أصبح الملايين في عهده بين مختطف ومشرد ورهينة وجائع وفقير ومعذب ومقتول أما الصحفي المحرر من سجون الميليشيا الحوثي عصام بالغيث فقد كتب عن متطلبات هذا التكتل ما الذي يعوله اليمنيون أمام هذه الأحزاب والمكونات قائلا أمام الأحزاب والمكونات السياسية مسؤولية كبيرة في استعادة ثقة الشعب اليمن أولا ثم تمكين السلطة الشرعية من مهامها في المناطق المحررة وتوحيد صفوف لاستعادة الجمهورية التكتل سيكون أمل اليمنيين في حال حافظ على مكتسباته التاريخية وعلى رأسها الجمهورية الإعلامي صلاح الدين حمزة أيضا كتب عن التكتل الوطني قائلا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية خطوة في الطريق الصحيح لتوحيد الصف السياسي ولمواجهة الميليشي الحوثية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أما القائم بأعمال الدائرة السياسية لتجمع اليمن لإصلاح الدكتور أحمد حالة فقد كتب أيضا عن التكتل قائلا الأحزاب والمكونات السياسية للتكتل الوطني الموسع تختار الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للتكتل مبارك للدكتور أحمد عبيد بن دغر هذه الثقة التي منحت له من قبل جميع الأحزاب والمكونات الوطنية ونتمنى له التوفيق والسداد في مهامه الوطنية أما الصحفي خالد العلواني فقد اعتبر اشهار التكتل بارقة أمل حيث كتب يمثل اشهار التكتل يمثل اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن بارقة أمل في إنعاش الحياة السياسية وتفعيل سلطة الرأي العام وتوطين ثقافة عامة مناهضة للملشنة ومنطق الاستقوائب المندقية كما يعزز جهود استعادة الدولة والحفاظ على الهوية اليمنية ومكتسبات الثورات اليمنية المجيدة ومدخلا حضاريا لحل القضية الجنوبية الدكتور عبد الرقيب فتح أيضا كتب عن التكتل واعتبره خطوة هامة لتوحيد الصف الجمهوري قائلا اشهار التكتل الوطني لأحزاب خطوة هامة لتوحيد الصف الجمهوري وتوجيه كل الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي وتوجهاته المتعددة وإقامة التكتل الوطني إشارة واضحة إلى أن اليمن لن تكون قاعدة لمشروع إيران التوسعي الاحتلالي بل هي حامية وحاضنة للأمن القومي العربي بصورة عامة والخليجي بصورة خاصة كلمة الرئيس الدوري للتكتل شخصت طبيعة ما تعانيه اليمن من مشاكل ومعوقات وأوضحت بصورة واضحة كيفية حلها وذلك من خلال الدولة الاتحادية القادرة على إنهاء المظلوميات المتعددة التي أنتجتها مرحلة سوء إدارة الدولة المركزية المحامي محمد المسوري كتب عن التكتل قائلا نسأل الله للأحزاب والمكونات السياسية أن تتوحد قولا وفعلا إشار التكتل الوطني لأحزاب السياسية اليمنية من أهم خطوات تحرير الوطن نبارك للدكتور أحمد عبيد بن دغر اختياره رئيسا لهذا التكتل ونقول له كان الله في العون أما الوزير السابق ياسر الرعيني الرعيني حيث كتب قائلا نحيي تشكيل التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية التحالف الوطني الأوسع في تاريخ اليمن الحديث والذي نرجو أن يكون له دور في توحيد وتعزيز جهود استعادة الدولة ونهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار وهي الفرصة الأخيرة لهذه المكونات السياسية في تقديم رؤية وإدارة صادقة وبل موسى تساند الدولة الشرعية لتجاوز هذا الأداء الضعيف وتعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها أمام الداخل والخارج في التغريدة التالية كتب محمد محسن يعقوب حيث قال توزن الإنجازات السياسية بأثرها ومخرجاتها إعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسي اليوم من عدن هو تحول نوعي في مسار العمل السياسي في إطار الشرعية اليمنية لسيما وهو الأكبر والأوسع من نوعه أما أحمد المسيبلي فقد استعرض بعضا من أهداف هذا التكتل قائلا أحد عشر هدفا للتكتل الوطني على رأسها استعادة الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب وتحرير اليمن من الهيمنة الإيرانية أما زياد الجابري فقد اعتبرها بشارة خير باعتبر تشكيل التكتل قائلا لعلها بشارة خير وضوء في منتصف النفاق الذين مر به إشارة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بمشاركة ثلاثة وعشرين قال واحدا وعشرين وهم ثلاثة وعشرين حزبا وتكتلا حفل الإشارة حضره رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض مبارك وعدد من الدبلوماسيين المتواجدين في عدن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية وسم اليمن وإلى حكاية بوست أهلا بكم في حكاية بوست ننقب لكم عن أكثر المنشورات والتغليدات تفاعلا لدى اليمنيين والتي حضيت بردود أفعال كبيرة نهب حوثي آثم ومنظم وممنهج لمنازل اليمنيين وأموالهم وأراضيهم وعقاراتهم هذا ما كتبه محمد المقالح الذي هو عضو اللجنة الثورية العليا أو المجلس السياسي التابع للميليشيا الحوثية كتب هذه التغليد ولاقت رواجا وتفاعلا وردود أفعال كبيرة من قبل اليمنيين حيث كتب محمد المقالح معترفا ومؤكدا ومنددا بهذا السلوك الحوثي القائم على نهب المنازل والأرصدة وأيضا مصادرة الأراضي قائلا الاستيلاء على البيوت والأرصدة في البنوك لا نص قانون لها ولا معايير ثابت عليها كل ما في الأمر أن اللصوص جالسين فتشوا في الأزقة والأرصدة وبالبنادق والجعب فإذا وجدوا بيتا فارغا أو أرضية بيضاء أو رصيدا هنا ولا هناك قالوا مرتزق مرتزق شلوها شلوها وأي واحد الدي نخس سنتهمه بخيانة الوطن هكذا تفعل الحوثية مع أملاك اليمنيين وأموالهم وأراضيهم وعقاراتهم في طيرماناتهم يفتشون عن أموال اليمنيين وعن أراضيهم وعقاراتهم ثم يختارون بمزاج وحقد رهيب ورغبة دفينة في اللصوصية والنعم نبدأ بأحد ضحايا الحوثيين وهو مديا نياسين رجل الأعمال مديا نياسين كتب يقول شلو حق الأرض وراحوا إلى مصلحة الأراضي يريدون ترخيص بناء محلات على أساس نعم استثمار لو لا نزاهة الشرفاء في مصلحة الأراضي كانوا تحصوها والآن محاكم هو الآن في محاكم لو كان هناك نزاهة وشرف لدى هؤلاء لما هو الآن في المحاكم يطالب بحقه حقه الذي هو ملكه لا يوجد شرف ولا نزاهة لدى الحوثي ولا حتى قضاء قلم وطني حر كتب يقول في رده على محمد المقالح قائلا يوما من الأيام وهو يقول للمحمد المقالح ستصبح أنت الدينامو المحرك لثورتهم والرجل الذي ضحى بعمره من أجل الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية هكذا يعتبرونه ستصبح أكبر خائن ومرتزق وعميل لإسراطيل أي إسرائيل وأمريكا وشارب خمر وسيجدون في منزلك طنا من الذهب وعلبة سجاير إماراتي انتظر واحفظ هذا المنشور استودعك الله الذي لا تضيع ودايا هكذا فعلوا أيضا مع القاضي قطران وغيرهم كيف لفقوا وكيف عاملوا من تهم وأيضا مع رداد الحذيفي وغيرها وغيرهم كثير صادق أمين يتحدث ويرد على محمد المقالع قائلا كلام درر والله هذا ما يحصل بالضبط أنت إنسان منصف لهذا نكره أما في الرد الآخر فهو عبداللطيف الملصي قال بغريدة انظروا حتى المغتربين لم يسلموا من إرهاب رصوصية الحوثي قال والله لو شافوا مغترب معه فلوس يتحرشوه بأي تهم من أجل يسرقوه يحسد كل إنسان على كل شيء علمك وعملك ومالك أما الكنج فقد كتب يقول في رده على محمد المقالح نعم هذا واقع صعاليك الكهف فعلا سرق مرتزقة نهابين بسم الله وآل بيتي وإلسخ خيانة الوطن بلا مسوق قانوني وإذا لم تكن معهم نسخة وإذا لم تكن معهم ونسخة منهم فأنت صهيوني ومستباح في كل شيء الفكر الضال والمنهج العفن لا ينتج إلا اللقطاء والصعاليك واللصوص والشلل الخارجة عن القانون في توصيفه للحوثية أما جميل العلي فقد كتب يقول في رده معنى أنهم عصابات وميليشيا خارجة عن النظام والقانون ودستور البلد ويجب مقاطعتهم على الأقل وإذا لم تستطع وإذا لم يستطع قتالهم إذا لم تستطع قتالهم فقاطعهم أما علي فيقول في رده في رده عليهم يحلف أحدهم بالله أنهم يقاسمون أصحاب العماير للإيجارات وهذه حقيقة ومن ناس وأقربا لهم إيجارات يتم نهبها من قبل هذه الميليشيا أما أبو وليد فقد كتب ردا قائلا كم يا أساليب اتخذوها لنهب أموال الناس منها الشركات الاستثمارية مثل شركة تهمة فيلافور التي وصلت المبالغ التي سحبت من الناس مئات المليارات وفي الأخير اتضح أنها شركة نص بدعم من الدولة يعني العصابة الحوثية أغلقت الشركة وأخذت الدولة الأموال وضعت أموال أكثر من 20 ألف مواطن مساهم في هذه الشركة وغيرها اي بي ام ستار هكذا يسمي نفسه يقول يعني بالمختصر المفيد عصابة نهب وسرق وسط مسلح أما في أسامة فقد كتب يقول في وصفه للحوثية كعصابة قائلا ألعن من المغول والتتار وألعن من بني صهيون أما الصيعري وهو أحد أتباع الحوثي انظر ماذا يكتب ويرد قال طيب كيف يا أستاذ محمد ما أحد يستمع لنصائحكم متى سوف يترفعوا عن هذه التصرفات التي لم تخدم حكومة صنعاء كما يسميها نهب البيوت والأموال والأراضي عاد بواحدة أوسخ من هذه التصرفات أن تسافر مريض للقاهرة تلقى أحد أصدقائك أو قاربك من المحسوبين على الشرعية وتعمل صورة معه ترجع الحبس على طول تخيلوا صورة أما فيصل في رده عليه يقولهم مجرد لصوص من كبيرهم إلى صغيرهم إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حكاية بوست لكن حكاية النهب الحوثية لم تنتهي معا إلى فيديو تريند أهلا بكم إلى فيديو تريند نبحث عن أهم الفيديوهات التي تداولها ناشطون يمنيون وسياسيون وصحفيون في هذا الفيديو الذي يؤكد المؤكد وتم نشر فيديو سابق لرئيس الجمهورية رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي وهو يقول في مؤتمر ميونخ قبل عام ونصف وهو يؤكد على التحالف الوثيق بين الحوثي والقاعدة الآن المجتمع الدولي وعبر تقرير مجلس الأمن يصل إلى هذه المعلومة لكنه لم يستمع جيدا للحكومة وهي تحذر من هذا التحالف الإرهابي الآثم بين الحوثي والقاعدة الذين ترعا لهم إيران دعونا نتابع هذا الفيديو العلاقة بين الحوثيين طبعا الحوثيين بيستخدموا بيستخدموا تنظيم القاعدة دور مزدود هما بيقولوا نحن نكافح لإرهاب نكافح تنظيم القاعدة ويسوقوا هذا الخطاب أمام المجتمع الدولي ويسوقوا أمام المجتمع الدولي ولكن في نفس الوقت قاموا بالإفراج وهذا أدلة عندنا مبلغ فيها كل المجتمع الدولي قاموا بالإفراج عن العناصر اللي كان محكوم عليها بجرائم إرهابية وأخرجوا عنهم ومولوهم بالأسلحة والمعدات والمبالغ المالية ووجهوهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لكي تقوم بعمليات لدى مناطق سيطرة الحكومة ليقولوا أن الإرهاب موجود في مناطق نحن عندنا ما في إرهاب يسوقوا هذه القصة أمام المجتمع الدولي حصلت مواجهة هذه قصة مشهورة ومعروفة وبلغنا فيها المجتمع الدولي وكان من العناصر اللي تم الإفراج عنها وقتلت في مواجهة مع الشرطة أحد العناصر المحكوم عليها في قضية اس اس كول الأمريكية وكان لازال يقضي عقوبة في السجن أحد هذه العناصر قتل في مواجهة مع الشرطة في مناطق سيطرة الحكومة في الضالع وفعلا حصلت مواجهة استشهد علينا طبعا قائد مجموعة مكافحة الإرهاب في منطقة الضالع وخمسة تقريبا معه وقتلوا هم كانوا ثمانية وقتلوا المجموعة الإرهابية كامل إذن هو تحالف وثيق وطيد بين الحوثية والقاعدة أما طبعا كتب ونشر هذا الفيديو أحمد الصباحي حيث كتب يقول رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي يتحدث عن علاقة ميليشيا الحوثي بتنظيم القاعدة ويؤكد وجود أدلة على إفراج الميليشيا عن عناصر محكم عليها بجرائم إرهابية وتمويلها لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المحضرة يوسف كتب أيضا في رده في تغريدة له ونشر الفيديو تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي في مقابلة سابقة عن علاقة الحوثي بتنظيم القاعدة وأكد وجود أدلة على إفراج الحوثي عن عناصر محكومة عليها بجرائم إرهابية في التغريدة التالية أيضا كتب إبراهيم الأسدي في ذات السياق رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي يتحدث عن علاقة ميليشيا الحوثي بتنظيم القاعدة إذن العديد من النشطاء والصحفيين نشروا هذا الفيديو وهو تأكيد المؤكد ترجمة نانسي قنقر